موسيقى موسيقى هل اتخذت الشرعية موقف الفرجة مما يحدث في البلاد؟ كيف تصرفت الدولة إذا انهيار العملة وتدهور الاقتصاد؟ ما هي مواقف مسؤولي الشرعية مما يحدث؟ أم أن الرجال السلطة يعيشون بمنع ما يحدث لليمنيين؟ موسيقى أهلا بكم من الواضح أن هناك عجز حكومي عن مواجهة الأحداث المتسارعة في البلاد ماذا قدمت الحكومة لحل حالة هذه الأزمة والانتصار للإنسان اليمني؟ لا شيء يذكر نعم لا شيء يذكر فهي لا تستطيع مواجهة التحالف بأطماعه ولا مواجهة الناس بخيباتها لا جهود ولا خطوات يلمسها المواطن من الحكومة وكأن الشرعية تعيش بجزر معزولة عما يحدث في البلد ويعانيه المواطن فإلى جانب حرب الانقلابيين ثمت حروب باتت لا تقل فتكا المجاعة تدهم البلاد وانهيار الريال يوشك أن يقضي على ما تبقى لليمنيين من أمل السؤال هو ما هي الإجراءات والمعالجات التي اتخذتها الحكومة للحيلولة دون استمرار التدهور الاقتصادي وموت الناس جوعا أجل فاليمنيون يموتون جوعا وحكومتنا كما يبدو مشلولة أو أنها غير معنية بما يعيشه المواطن يتضاعف أنين اليمنيين في اللحظة اليمنية الجريحة والحساسة يقولون كلمات كلها ألم ويطلقون آهات احتجاجا على السقم وفي تقاسيم وجوههم خيبات الزمان والمكان ولهم أياد تلتصق ببعضها بدافع الحيرة مرة وبدافع العجز مرة أخرى بحسب متابعين لم يهدأ للحكومة اليمنية بال إزاء معاناة الشعب تطلق التصريحات والتغريدات لكنها تغرد خارج سرب أوجاع الشعب وباتت جزرا معزولة البعض من وزرائها ناطق باسم الديوان الملكي أكثر من كونه ضمن دولة الجمهورية اليمنية العملة النقدية في اليمن تنهار والوضع المعيشي حول يوميات اليمنيين الاعتياتية إلى جحيم بلا نهاية بينما وضعت الشرعية أعصابها في حالة من البرودة وتصرفت كما لو أن ما يحصل لمواطنيها يخص شعبا آخر لم تفكر الدولة اليمنية بالمتاحات ولم تضع خطة طوارئ تجابه بها هذا السير غير المعقول للاقتصاد اليمني الذي يرتطم بين لحظة ولحظة برؤوس الذين أصبحوا بلا دخل وبلا أمان اجتماعي وبلا حياة لمسارات متعددة ابتكرتها الشرعية لإنقاذ الشعب ولا تطالب التحالف بالوفاء بتعهداته أمام العالم ومن بين تلك التعهدات التخفيف من الأزمة الإنسانية ولم تتخذ التدابير الاقتصادية العاجلة والضرورية بدلا من البقاء الآثم في مقاعد الفرجة خبراء اقتصاديون يرون أن ثمة متاحات كثيرة لدى الحكومة من شأنها تحسين إيرادة الدولة إذا توفرت الإيرادة السياسية التي تنتج قرارا سياسيا من بين تلك المتاحات تصدير حوالي 150 ألف برميل نفط خام متاح في كل من صافر ومأرب والمسيلة بقيمة 12 مليون دولار يوميا من المتاحات الاقتصادية أيضا تصدير حوالي مليار قدم مكعب من الغاز المسالي يوميا من مأرب عبر بلحاف شبوى إلى جنوب شرق آسيا وكذا حوالة المغتربين على طريق البنك المركزي فقط وهي تقدر بحوالي 6 مليارات دولار سنويا إذن مشاهدين الكرام أرحب بضيسي الذي سيكون معنا في هذه الحلقة صحفي المحلل السياسي أحمد الزرقة وسينضمع آخرون خلال هذه الحلقة مساء الخير سيد أحمد أحنا مساء إذن اليمن تمر بفترة هي الأسوأ في تاريخيا كما يقال وصلت حياة الناس لمرحلة خطر الموت جوعا للأسف الشديد هل تجد أن حكومتنا قامت بما يجب عليها القيام به حتى الآن إذا أردنا الإجابة على هذا السؤال باعتكاد أنه أي إنسان أو أي مواطن داخل اليمن أو خارجة سيجيب بالنفي أن الحكومة لم تقم بأي واجب لم تقم بالحضور تكتفي بالحضور الرمزي لا يمكن أولا أن تكون هناك حكومة بالشكل الحقيقي تعمل خارج البلد منفصلة عن شعبها ومواطنها وهذه كارثة من الكوارث كيف يمكن من بإمكانه إدارة حياة الناس وإدارة مواردة الدولة وإلى آخرها غير الحكومة هذه لكن للأسف لدينا حكومة على الورق حكومة في المواقع التواصل الاجتماعي تحولوا جميعا إلى نشطاء في التويتر وفي الفيسبوك وينافسوا الشباب على هذه المنصات لكن على الأرض لا توجد حكومة لكن أصدر أحمد كلما نطرح هذه الفكرة لأحد ينتمي لهذه الحكومة يجابه بالرد بالعكس من قال لكم الحكومة موجودة وهي تعمل وكأن الناس لا يعون هذه واحدة من المغالطات الكبيرة التي منذ أكثر من ثلاث عوام والناس صابرين على الحكومة الحكومة غير جديرة بأن تتحمل مسؤولياتها وهي لا تصالح شعبها يعني ابتداء من رئيس الدولة ومرورا برئيس الوزراء وغير من الوزراء ربما كان وزير النقل صالح الجبواني هو أكثرهم صدقا عندما يشير أن الحكومة ممنوعة من العودة للداخل الحكومة لا تستطيع معطلة لكنه في الأخير يجيز المسألة إلى أحد طرفية التحالف لكن المشكلة الحقيقة ليست في الإمارات وحدها المشكلة في الإمارات والسعودية المشكلة أيضا في قبول الحكومة اليمنية بالخنوع باستمرارهم في هذا المكان هم حساسون جدا لمصالحهم لمصالح أبنائهم لاحظنا أن الحكومة رتبت أوضاع أبنائها وقاربهم وزوجاتهم وصديقاتهم وإلى آخره لكنهم أمام المجاعة أمام الأطفال الذين يموتون بسبب المجاعة بسبب الكوليرا بسبب كافة الكوارثة التي حلت باليمنيين ليست لديهم أي حساسية وليست لهم أي شيء بالعكس نجدهم يعني يفرطون في التغني والكذب حتى وصلنا إلى مرحلة الكذب والدجل على الناس وزير في الشرعية يقول أن المساعدة تصل إلى كل بيت وإلى كل قرية وزير آخر يقول أن التحالف يعني نفذ أكثر من 8% أو 9% من البرنامج الغاثي لوعادة الأعمار يعني هذه واحدة من الأكاذب التي يجب هؤلاء يحاسبوا أن يحاكموا إذن على من يكذبوا بالضبط يعني إذا كان أنت تريد أن تقنع شعبك بوجودك هذا الشعب هو من يعيش هذا الواقع الأليم بالضبط على من يكذب هؤلاء من فصلون على الواقع أولا هم لا يفكرون إلا كيف يرضون صاحب المضيف أو طال عمره أو قصف عمره بالأصاحة الذي يقصف اليمنيين هؤلاء فقط يبحثون عن الفتاة بينما لو عادوا إلى البلد وضعهم كان سيتحسن أكثر لكن للأسف هؤلاء ليسوا أصلاً مسؤولين بسبب غياب آلية المساءلة والمحاسبة لا توجد أي آلية للمحاسبة سواء سياسية أو شعبية أو حتى قانونية ولا توجد أيضاً تلويح بملاحقة هؤلاء هؤلاء هم جزء من الفساد الذي تعرض له اليمن وهم الشقة الآخر للإنقلاب الحوثي السيء الذكر وبالتالي نحن اليمن أمام بين الرذيلتين هذه رذيلة الحكومة والتحالف ورذيلة الحوثي والناس متروكين لمواجهة مصيرهم بنفسهم تخيلي أنه يسقط الحكومة يسقط الريال ورئيس البنك يتقاضى أو مدير البنك يتقاضى أعلى مرتب حتى على مستوى العالم من المرتبات المرتفعة وهناك مقارنة وهناك مقارنة بينه وبين مدرأ بنوك في أوروبا وكان الرجل يستلم فعلاً مرتبات أعلى وأضخم هذا بلد مدخم وإذن الرجل هذا لم يدخل اليمن لم يدخل البنك المركزي في عدن ولا هو ولا وكلاءه ولا المسؤولين وبالتالي حتى وزير المالية غير موجود في الوضع كيف بالإمكانك أن تصلح وضع؟ بالأمس يحتفون بمكرمة قدرها مئة مليون دولار وجميع الناس وجدوا فيها إهانة كبرى لإمانين هل هذه الإمان قدرها مئة مليون دولار يعني هذه واحدة من المهازل والأدهى أن تجد رئيس الحكومة والإعلام الرسمي وحتى مكتب الرئاسة يرحب ويهلل وكأن المشكلة ستنتهي بهذه المئة مليون وهي ستذهب إلى جبل فاسدين كما ذهبت أخرى هناك المشكلة الكبرى أن هناك فساد مشترك فساد بين التحالف وفساد بين الحكومة الشرعية أولى عندما يقول التحالف أنه قدم 17 مليار دولار لليمن ولا ترد الحكومة ولا مسؤول ينفي أو يوضح هذه معنى أن هناك فساد حقيقي يعني هذه الأموال لم تصل إلى اليمنيين ولا لم تصل إلى أحد وحتى للأسف حتى هؤلاء الذين يقبلون القيام بدور المحلل لهذه الأكاذيب هم يخدعون شعوبهم يعني يخدعون اليمنيين لكن الناس الواقع يكذب جميع هذه الأرقام وجميع هذه التصريحات هناك مشكلة حقيقية تتعلق أولاً بهؤلاء أنه ليسوا استغلوا استغلوا في تلك الشرعية وتحولوا إلى جزء آخر أو صورة أخرى من أنماط الإنقلاب وبالتالي لا شرعية للفاسدين لا شرعية لمن ليس في الأرض لا شرعية لمن لا يتحكم في الموارد لا شرعية لمن لا يدافع عن اليمنيين الذين في السجون الذين في المعتقلات الذين اليوم يلتهمهم الجوع وهذه مشكلة أيضاً العالم العالم يتحمل جزء من المسؤولية الأخلاقية نعم قبل أن نصل للعالم أستاذ أحمد يعني هناك أيضاً من يتحدث عن مسؤولية الحكومة تجاه الشعب بمسألة التقشف يعني المبالغ التي يتم ذكرها والرواتب المرتفعة والتي تصرف بالدولار أيضاً كل ذلك لم يتم يعني لما لم تقم الحكومة بأي إجراء يشفي قلوب الناس ويشعرهم يعني هناك مثلاً بعض الإجراءات أن يتم خصم مبلغ من الرواتب وتورد للخزينة العامة إجراء يعني على الأقل حكومة مصغرة يتم الإعلان عنها بأعدد قليل من الوزراء والوكالة هذا التضخم الذي أصاب الدولة بهذه الكارثية هناك مشكلة عدم إحساس حقيقي يعني هؤلاء ربما من أكثر من عامين والناس ينتقدوا هذه الحكومة وأداءها والفساد ولكنها في الأخير لديها المبررة الجاهزة نحن غير قادرون على العودة نحن ممنوعون نحن نعمل نحن وبالتالي هؤلاء لا يعملون والحديث عن أن هؤلاء بإمكانهم أن يقدموا جزء من مرتباتهم الخفضة هذه واحدة من الأكاذيب نذكر في حصار تعز عند مقارة الحكومة السابقة أو التبرع بنصف مرتباتها لتعز ولمصر الريال وبالتالي هؤلاء لا يعول عليهم هؤلاء يبحثون عن الخلاص الفردي باعتقادي لو كان لديهم أحدهم لديه ذرة إحساس بالمسؤولية كان قدم استقالته لكن هؤلاء يعني ربل ربل لا يمكن أنهم يعني يشعر بمعاناة الناس ولا يمكن أنهم يكاشفوا الناس كثير من الأحداث تمر بها بعض البلدان الطبيعية بوضعها الطبيعي حادثة بسيطة تجعل الحكومة تقدم استقالتها أو أحد الوزراء يقدم استقالته بكل أريحية ونحن كوارث كارثة تلو الأخرى تلو الأخرى ولا نجد من يظهر حتى للناس للتعليق يعني اليوم في اجتماع رئيس الوزراء يتحدث أن هناك من تحدث عن هذه الأزمة مستفيدا ومستغلا إياها وهناك من يفهم الوضع ما هو الوضع الذي يراد نفهمه بالضبط هذه واحدة أيضا من المحاولات استغباء الناس يعني اللعب على أن هناك مؤامرة مجهولة وأن هناك الحوثي تصوير الحوثي وقادر على المضاربة بالعملة وإلى آخره أنت غير موجود في الأرض الحكومة أو العاصمة خاضعة لسيطرة القوات الإماراتية والحزام الأمني بشكل واضح وبالتالي هي صعبة المعنية بالحديث عن مضاربات أو ما مضاربات لكن في الأخير الناس ليس لهم علاقة بكل هذا الفشل الناس يريدوا حكومة تقف إلى جانبهم وتطمنهم على الأقل وتقول أنها بإمكانها أن تعيد أنها قادرة على السيطرة على الأمور لكن اليوم يقول رئيس الوزراء في خطابه أنه كهذا الريال أن يصل إلى 800 ريال وكنا على وشك الانهيار ولكن المئة مليون دولار أنقذت الوضع ماذا أنقذت من أنقذت يعني ربما أنقذت مرتباتهم ربما أنقذت مرتباتهم لفترة قريبة لكن يعني لماذا هذا استحلاء الكذب يعني إلى متى اليوم الناس يعني حتى فقدوا وظائفهم فقدوا مدخراتهم فقدوا كل شيء لم يعد لديهم أي شيء يعني لاحظنا في تعز خروج في المظاهرات في سيئون في الظالع في صنع في كل مكان الناس يتدورون جوعا يعني ماذا ينتظرون لا بمناطق الحوتي ولا بمناطق المحررة الجوع لا يعرف لا يعترف بالجهات ولا بالمناطق ولا بالسياسة ولا بإنقلاب أو بحكومة أو بشرعية أو بتحالف الجوع قاتل الجوع كافر وبالتالي اليمنيون أصبحوا ربما كافرين بجميع ما هو موجود سواء بالحكومة أو بالانقلاب أو بالتحالف وبالتالي ما الذي بإمكانه إنقاذ اليمنيين تصوير اليمنيين كأنهم مجموعة من المتسولون الذين بحاجة إلى مساعدة اليمن ليست بحاجة إلى مساعدة أحد اليمن بحاجة إلى تمكينها من مواردها نعم ولو كانت قليلة صحيح ومن السماح بتحرير الاقتصاد وأيضا يعني تحرير الواردات لكن اليوم ما يحصل هو حصار كبير من الداخل وحصار من الخارج اسمح لنا سيد أحمد ينضم معنا عبر الأقمار الإصطناعية صلاح السقلدي الصحفي من عدن مساء الخير وست صلاح مساء الخير عليكم وعلى أستاذ المشاهدين جميعا أهلا بك صلاح بديتا أود أن تحدثني عن الوضع في عدن كيف هي أحوال الناس أسعار البضائع هل هناك تفاوت من محل إلى آخر شعور أننا استجاه هذا الارتفاع الحاصل للدولار مقابل الريال نعم أنا أردت أن نلخص الوضع في عدن وفي عموم الجنوب وهو عنوانه الفوضى وعنوانه الأسعار التي تلهب قلود الناس التسييب اللامبالام من الجهات التي يفترض أن تقوم بمداركة أوضاع الناس المعيشية والحياتية ولكن للأسف الشديد العدم هي أشباب غابة تفترسها كل المخالب سوى من الخارج أو من الداخل للأسف الشديد وما تلاحظوا أنتم الخارج ربما هو نتف صغير من كومة كبيرة نعانيها نحن هنا على الواقع نعم إذن كيف وجدت إدارة الشرعية للأزمة الاقتصادية الفشل يلفها من كل جانب للأسف الشديد فالشرعية هي أساسا من صنع المشكلة وتعويل على أن يحل كيف صنعت المشكلة هل لو ضحي يوسف صلاح بقعة كيف شرعية هي من صنعت المشكلة نعم الفساد الذي يعتري هذه السلطة التهرب من المسؤولية التي تعتمدها للحكومة سواء هروبها من عدن بدون أي مبرر تثقيل الدولة بالقيوش من الموظفين ترك الحبل على الغارب لكل المضاربين بالعملة والمتاجرين بأسعار الناس وبالوقود وبحياتهم المعيشية هذا لا يحتاج إلى تفسير غير أنها سلطة فاشلة وسلطة فاسدة بكل ما لهذه الكلمات من معاني ودلال الحكومة هذه اسمحي العدن والبلد كلها واقعة بدون أدنى ريب تحت مطرقة سلطة فاشلة وسندان تحالف مخاذع يضخ ملايين وربما مليارات من الدولارات إلى السلطة هو يعرف أنها فاسلة ويعرف أن هذه الأموال وهذه المليارات لا توصل إلى الجهات التي مفترض أنها مستهدفة وهذه السياسة التي تبع السعودية وتبع الخليج هي سياسة لها عشرات السنين فكثير ربما ترليونات ضخطها السعودية عبر عشرات السنين من عام 62 إلى اليوم حرصت السعودية أن لا تورد ولا ريال واحد إلى خزينة الدولة إلى مجالات تنمية وإلى مجالات تعليم وصحة وأعتمدت كثيرا على رموز من القبائل من العسكريين من الرموز الدينية وأحزاب وسياسيين وللأسف شريد أن لازلت هذه الفلسفة ولازلت هذه الأدايا التي تعمل عليها السعودية حتى هذه اللحظة ولم تستفيد على الأطلاق من الأوضاع التي وصلت إليها البلاد والأوضاع الأمنية التي تحيط بالسعودية نفسها إذن اسمح لي بالبقاء أستاذ صلاح سأنتقل للأستاذ أحمد كما يعني وصف الأستاذ صلاح الوضع بأنه تحت مطرقة سلطة فاشلة وسندان تحالف غادر يعني التحالف بلا شك تحمل جزء كبير من المسؤولية يعني ربما أشار الأستاذ صلاح إلى تريليونات من المبالغ التي ضختها السعودية منذ 62 وحتى الآن وعجزت في هذه الفترة الحساسة عن مساعدة اليمن كما يجب ما الذي تريده بالضبط يعني أو يريده التحالف مبتلا بالسعودية أولا نجب نضع النقاط على الحروف اليمن تحت الوصاية بشكل واضح حسب قرارة ملسلام تحت الوصاية الخليجية السعودية وإمارات تحمل المسؤولية الأخلاقية كبير من فشل لهذه الحكومة واستمح لها بعدم ممارسة مهامها أو منعها من ممارسة مهامها لاحظنا أن الحكومة عندما الرئيس كان في عدن وتم يعني إجباره على الخروج الرئيس الوزراء كان موجود وتم إجباره على الخروج محافظ عدن كان موجود وتم إجباره على الخروج وإلى الآن لا توجد لا حكومة ولا محافظة في عدن وهذه كان في عاصمة اقتصاد البلد الرئيس والحكمة ممنوعا فيها من العودة التحالف يتحمل هذه المسؤولية بشكل كبير جدا التحالف يتحمل أيضا مسؤولة إضعاف هذه الحكومة ويظهرها بهذا الشكل الأرث كان بإمكانه أن يضع إذا كان لديه مشروع حقيقي في اليمن أو لديه توجه للاستعادة الشرعية في اليمن كان بإمكانه أن يضع شروط لأكثر لوضع الرقابة مالية ورقابة اقتصادية وأيضا السماح بنقل المؤسسات إلى عدن تم رفض وجود الحكومة تم رفض وجود أعضاب النساء النواب تم رفض أشياء كثيرة جدا وبالتالي هذه جزء من المسؤولية الأمنية اليوم في عدن يتحملها الذي يسيطر على الأرض الاغتيالات التصفية تحملها القوات الإماراتية الموجودة في عدن وهي المشرفة على الوحدات الأمنية لداخل عدن اليوم حتى وزير الداخلية تم تحييده تم شراءه من قبل الإمارات وبالتالي لا يمكن الحديث عن أن هناك قرار مستقل داخل عدن أو داخل المناطق المحررة بعيدا على السيطرة السعودية والتحالف وبالتالي حتى ذهب حتى على مستوى الأمن لم تستطع تأمين هذه المناطق هناك رفض تام من الإمارات تسليم الموانئ سواء في المخة باب المندب عدن من المكلة حتى في شبوة وغيرها هناك رفض من التحالف بشكل قطعي على عملية تصدير النفط والغاز هناك رفض قطعي لعودة حتى المدرع التنفيذين أو المسؤولين التنفيذين للمؤسسات هناك رفض حقيقي لعودة أو منع حقيقي لعادة مسؤولية الجانب المالي والجانب التنموي وبالتالي نحن أمام الحكومة فاشلة وكما قال الضيف العزيز صلاح السقال أن التحالف يتحمل هذه المسؤولية التحالف لديه أطماع واضحة أصبحت واضحة جدا وجدنا أو نلاحظنا أن هناك تقسيم للمناطق المحافظات الشرقية وتذهب باتجاه السعودية والمحافظات الجنوبية باتجاه الإمارات الساحل الغربية الساحل والمحافظات الشمالية للسعودية ميناء ميدي حراض وهذه المناطق كلها وبالتالي التحالف يخوض معركة ليست معركة اليمنين معركة إنقاذ اليمن من ميليشيا الحوذي كان يفترض أن تحسم خلال عام 2014 أو 2015 لكن ذهب التحالف باتجاه طبيض الإنقلاب بخلق ثغرات بخلق مماحكات اليوم ما يحدث في المهر وفي شبوه وفي غيرها من المناطق حتى في تائز محاولة جعل المجتمعات المحلية تتقاتل مما بينها مع السعودية وضد الإمارات أو مع الإمارات ومع الشرعية نعم ونسوا قضيتهم وهذه واحدة من إشكالية الناس متنجوعا والأحد يلتفت لهم اليوم المركز الملك سلماني يتحدث عن أنه يدعم المناطق إيسال المساعدات حتى الإمارات الإمارات التي تقول أنها تدعم لم تستطع توفير ماء أو كهربا حتى لعدن اليوم شاهدنا لسبوع الماضي وفاة أطفال في البريقة من نازحين من الحديدة اليوم في الزارق فالظالة التي يفترض هي موطن عيدروس الزبيدي وشلال شائع الرجال الإمارات في المجلس الانتقالي اليوم المنطقة نزارك مصابة بالمجاعة والكوليرا أين هذا التحالف حتى للذين يقول أنهم رجاله في المرحلة سأعود لك أستاذ أحمد أستاذ صلاحي تحدث الأستاذ أحمد وبتأكيد استمعت إليه عن دور التحالف السلبي بعدن وما الذي صنعه بها برأيك ما هو تأثير تحجيم عدن بهذا الشكل وتحجيم دورها كعاصمة اقتصادية وتحويلها إلى فقط مقر للتحالف يعبث به كيف شاء نعم يكفي أن التحالف عاقبنا في عدن بالذات يعني عاقبنا بحكومة فاسدة بحكومة فاشلة أساسا وهو يعرف هذا هذا يعرفها قيدا ولكن دعيني أن أوضح شيء مهم وهو أن ما نراه اليوم بالساحة سواء بالشمال وفي القنوب هو عبارة عن أعراض ونتائج لقدر المشكلة التي لم تحل حتى الآن فالغياب الحل السياسي غياب التسوية السياسية هي ما تفرض لنا هذا الواقع يوما إثر يوم وسنرى يبدو أن نحن سنرى ما هو أسوأ بكثير مما نحن فيه اليوم إن طالت إن طال غياب التسوية السياسية وطال غياب إدراك القوى في الداخل والخارج بأهمية هذا التسوية والخروج البلد من هذا الوضع الكارثي فالتغييب العمل السياسي تغييب التسوية السياسية تغييب حل القضية الجنوبية هو عبارة عن منتج ينتج كثير من هذه المآسي وكثير من هذه الكوارث التي نراها اليوم في عدن وفي عموم البلاد نعم إذا كانت تحالف ومن منع الحكومة ممارسة مهامها وتمكينها من موارد البلد حتى الآن برأيك ما هو الذي بيد الحكومة الشرعية أن تقوم به ولم تفعلها الحكومة الشرعية هذه هي نسخة من حكومة فيشي الفرنسية بكل معاني الكلمة يعني فالحكومة هي أرتضط لنفسها أن تقوم بهذا الدور وبالتالي إن كان في اللوم فهو يقع عليها بدرجة أساسية ثم يكون على التحالف فالتحالف له مصالحه فالتحالف له أهدافه المعلنة والغير معلنة في اليمن وفي الجنوب له مصالح اقتصادي لهم وأطماعه سياسية وأطماعه اقتصادية لا ينكرها أحد ولكن أن تقدله أدوات مثل هذه الحكومة وزراء ومسؤولين مرتزقة يبحثون عن مصالح شخصية ومصالح ذاتية ويدوروا ظهورهم لكل ما عليهم من واقبات ومن مهام وبالذات عن المهام المعيشية والحياتية للناس التي يفترض أن منتظر المعالقات التي تقوم به هذه الحكومة نعم إذن اسمحا للضيفين العزيزين أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ فارس الجعد بعضو اللجنة الاقتصادية الحكومية عبر الهاتف من الرياض مساء الخير أستاذ فارس إذن سقط الاتصال يعني قد كنتم مستغربة أنه سيكون معنا أحد أعضاء الحكومة ولا من بعيد أتمنى أن معاودة الاتصال بسيد فارس عود إليك إذن أستاذ أحمد الحكومة التي يعني لم تمكن فعليا من دورها الحقيقي يعني أعيد لك السؤال الذي طرحت على الأخ صلاح ما الذي بإمكانها أن تقوم به يعني ربما أقصى ما شهدناه هو تكوين هذه اللجنة الاقتصادية الذي للأسف الشديد كانت يعني وبالا أكثر على الوضع الاقتصادي من لا يملك قراره الاقتصادي لا يملك قراره السياسي هؤلاء ارتهنوا بالكامل وربما ليس لديهم حتى نوع من القدرة على اتخاذ مواقف حقيقية كان هناك مشكلة حقيقية واجهة الليمنيين بعد ثورة سبتمبر وكان هناك الدور المصري ورغم مع الفارق الكبير جدا الإيجابي لصالح في مصر إلا أنه كان هناك محاولة لسلب القرار معين وفرض مستشاري معين رفضت العقومة ورفضوا جميعا وذهبوا إلى جمال عبد الناصر وتم حبسهم لكنهم خرجوا بعد ذلك وانتصالت إرادة اليمنية رغم كل ما حدث ولكن اليوم لا هؤلاء لا يستطيعون أن يقولون لا لأي شيء يعني نلاحظ أنهم يهانوا ويكذبوا بأسمعهم ومع ذلك يمستمرون طال عمرك كلهم كل الوزراء يتملقون لدينا وزراء يوالون السعودية بما فيها وآخرون فضلوا التوجه نحو أبو ظبي ومن مع اليمن هذه عقومة لا تمثل اليمنين وتمثل اليمن منصب سحره لدرجة أن لا تلتقل كلمة حق ما حدث ما حدث أن التحالف وأطراف معينة في قريبة من الرئيس هذه أو حتى من المقربين عمدوا على استجلاب جميع الكوادر السيئة السوء ما في اليمن وضعهم في هذه العقومة السوء من كانوا في أهتك وجميعهم كانوا جزء من الثورة المضادة وكيف يراد أن يتم إصلاح الوضع بهؤلاء الذين كانوا من ساهموا في إفساد الوضع المناخ السياسي في المناخ لمدة ثلاثين عاما كيف بالإمكان أن يحجز من الحل وبالتالي هذه مشكلة عميقة جدا تتعلق بأن هؤلاء يعني هم ملوثون بالفساد وهم جزء من النخبة السابقة أيضا الكارثة الكبرى أنه حتى الأحزاب السياسية سقطت في هذه المعمعة إما خوفا إما رجاءا إما آملا حتى يعني وبالتالي لدينا سقوط مريع للنخب عدد كبير من من لديهم نوع من القناعة تواروا واختفوا على النصر وبالتالي من لليمن ومن لليمنيين وبالتالي ربما لم يعد لذلك الناس إلا أصواتهم وبالتالي يجب أن ترتفع هذه الأصوات عاجل أو عاجل حتى فيما يتعلق بالاحتجاجات يعني الناس يذهبون بالاحتجاجات مثلا في عدد من المناطق ضد من يحتجون حكومة غير موجودة يعني وهذه واحدة من إفراغ إفراغ فكرة الاحتجاجات ما هو تعليقك على الاحتجاجات التي تحدث هذه احتجاجات حقيقية وليست موجهة الجوع أكبر محرك للإحتجاجات سأعود لك عن هذه النقطة ولكن قبل أن يغادرنا الأستاذ صلاح أسأله سؤال أخير أستاذ صلاح ما هي توقعاتك كمتابع وتعيش أيضا تفاصيل هذه الأزمة في عدن إلى أين تمضي الأزمة الاقتصادية في ظل عجز الحكومة عن توفير حلول حقيقية نعم المعالجات التي نراها لا ترتقي إلى حجم الكارثة التي أمامنا فمائتين مليون دولار يتم التعويل عليها فهذا لا يمكن أن يستوعب عقل ولا يمكن يستطيعه فكر فإن لم تنفعنا الملياري دولار وظلت من حين أعلن عن هذا الملياري ظلت ارتفاع الدولار في تصاعد مستمر والأسعار في ارتفاع ذهم فمائتين مليار دولار لا يمكن أن تعمل شيء أمام وضع يحتاج إلى مليارات من الدولار المعالجة هذه وأرى في الخطوة الأولى الخطوة الأولى أن يطلع بها الناس كلهم الشعب هنا في عدن وفي الجنوب والنخب الثورية والسياسية والحراكية الجنوبية والمجلس الانتقالي بالتحديد أن يقوم بمهام التي ينتظرها من الناس ويعملوا على إسقاط هذه الحكومة كإجراء أولي ومن ثم مسك المؤسسات الحكومية كحكومية وأن أرادوا أن ينقوا بالعمل السياسي جانبا ويطلعوا بالمهام المعيشي والحياتي والاقتصادي فيكون هذا أفضل للناس أما السكوت عن هذا الوضع فهو عار ومن يريد أن يحمل نفسه العار فليصمت عمام هذا الوضع أو فلينافق هذه السلطة التي تسومنا عذابا ويتنقل بالناس يوما إثر يوم فالمجاعة والبؤس وصل لمدى لا يمكن السكوت عليه على الإطلاع نعم إذن شكرا جزيلا لك الصحفي صلاح سقلدي كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية شباب معاودة التواصل بالأسد فارس التلفون مغلق هذا ما توقعته لا أحد يجرؤ للأمانة على الظهور للحديث عن هذه النقاط برأيك لماذا هذا جانب أخلاقي جزء من المسؤولة الأخلاقية على الآخرين أن يظهروا ويتعدثوا لكن الجميع يتهرب وتقد أنه بإمكاني بهذا يتذاكع على الناس لكن هذه نوع هذه إخلال بالوظيفة التي يقومون بها وهي حجب للمعلومة ويجب أن يساءلوا جميعا على هذا السلوك وبالتالي عندما لا الرئيس الحكومة يسائل ولا الرئيس يسائل ولا أي مسؤول يساءل أنا أغلق كنفوني وما يهمني لكن الدعية هذه قناة العربية أو قناة الحرة القنوات محسوبة على التحالف أو السكاينيوز سيبادرون بإمكاني الوزراء أن يطوب بربا بهذه القنوة وبالتالي هذه واحدة من الكوارث أنهم لا يحترموا الشباب الممني حتى لم يدعوا لأنفسهم قيمة أمام الآخرين واحترامهم هذه المشكلة أن يتحول إلى النخبات يتحول إلى بنادق للإيجار قابلة فقط لتلميع التحالف هي المشكلة الكبرى كيف يقبلها أولا أن يتحول إلى حائط صد أن يمتلئوا بكل القادرات ويوافقوا على تحملها بكل رحابة صدر مقابل ماذا يعني لو عادوا إلى اليمن ربما كانت أوضاعهم ستتحسن أفضل لو عادت الدولة ستتحسن أوضاعهم أفضل ويمتلكوا قراراتهم هؤلاء لا ستعون الخروج إلا بموافقة وتوجيه وإذا خرجوا يعني اليمن نحن نلاحظ هناك نوع من الاستلاب الاستلاب الحقيقي حتى للكرامة هؤلاء جزء من الاستلاب الذين يعني فقدوا حتى احساسهم بأنفسهم وإحساسهم بالزمن أو بالوقت أو بكل شيء لن يستمر هذا إلى الأبد يعني نعم أستاذ أحمد كنا نتحدث قبل أن نذهب لأستاذ صلاح حول الاحتجاجات التي تحدث حاليا احتجاجات في تعز وبدأت قبلها في عدن وبعض المناطق أيضا هناك ربما ترتيبات في صنعات ودء الخروج تحت مسمى ثورة لدى الناس أن يعملوا غير أن يخرجوا ويحتجوا لكن ضد من يحتجوا يعني أين هي الحكومة التي يجب أن تسقط وإلى أين هو النظام الموجود يعني هذه واحدة من الاشكالية التي وضعت فيها اليمنيين ووضعوا أمام موقف يعني أقل ما نقول أنه مسلحية فنتازية كوميديا مبكية ضد من تحتج يعني لكن هذا حق طبيعي للناس يعني الناس لا يجدوا قوة يوم تخيل أن الناس أنت تشتري بضاعة بمئة ريال تبكر الصليب الثاني الصباح قدي بمئة ريال ما ذنبى الناس يعني ناس بلا مرتبات ناس بلا أعمال ناس بلا وظائف ناس بلا شيء من بإمكان أن نشعر به هؤلاء الناس اللاحظة أيضا الحوثي تحمل جزء كبير من المسؤولية الكبيرة حتى إيران التي يعني الآن على العكس يعني يجد الحوثي في نفسه بطل ويستغل قضب الناس ويحمل الحكومة نعم المغاط لكن هي جذر المشكلة هي الحوثية وجذر المشكلة ما الذي قدمه للناس حتى إيران ما الذي قدمته للحوثية أو للناس يعني هناك وفد حوثي يذهب إلى إيران بشكل مستمر لكن هؤلاء يعني أصبحوا جزء من يعني الإثراء الشخصي لاحظنا أن في صنعة يتحدث هناك مباني وهناك عمارات وهناك أسواق لمن هذه المشرفية الحوثية والنصوص الحوثية وبالتالي هذه مشكلة كبرى أن هؤلاء أيضا بلا حياة وبلا أخلاق وبلا أي مبادئ وبالتالي هم يقابلهم الطرف الآخر وبالتالي هذه مشكلة كبيرة جدا الناس سيخرجوا بالجوم نعم إذن ليس من ليس هناك أي دافع سياسي يسرى فيه المتنفعون بتأكيد أمراء الحرب أمراء الحرب في الشمال أمراء الحرب في الجنوب أمراء الحرب في الشرعية هناك أصبح أمراء حرب داخل يعني مكتب رئاسة الجمهورية وهذه مشكلة كبيرة جدا يعني وهذا جزء من القضية حتى لاحظنا أن الإمارات والسعودية والمسؤولين في الرياضة وفي أبوظوبي كانوا شركاء من هذه يعني الفساد عندما لاحظنا أن معظم الصفقات كانت تأتي عبر ميناء دبي وعبر ميناء جدة والتي تذهب إلى ميناء الحديدة وكانت السفيد منها الحوثيين سواء المستقاط النفطية وما إلى ذلك وبالتالي هذه منظومة فاسدة متكاملة فيها ومراحة حرب محليين وإقليمين ودوليين لكن هي المشكلة من يتحمل هذا الفساد هو المواطن الذي يطلب منه أكثر مما يحتمل يعني نعم أستاذ أحمد يعني استضفنا للعديد من الخبراء سواء في المجال العسكري أو المجال الاقتصادي أو حتى في المجال السياسي وجميعهم تقريبا بالاستثناء يتحدثون عن رؤى قدمت للحكومة بها دراسات حقيقية بأسس معرفية كونهم يعني مختصون في هذا المجال نسألهم ماذا بعد تلك الرؤى قالوا لم يجيبوا علينا لا بلا أو نعم وكأنها ذهبت أن دراج رياع ما تفسر هذا العمر يعني أن يأتي لك من يهتم لأمر هذه الحكومة من يحاول معالجتها معك حتى بعضهم يقول حتى قلنا لهم بالحرف لا نريد أن نكون ضمن هذه الحلول فقط قدمنا لكم تلك الأوراق وسننحني يعني لأن نتنحى لكن للأسف الشديد الاستلاب هو نعمل الاستلاب الذي يعني من لا يملك قرار هو أيضا لا يملك استطيع أن يقدم حلول هم بانتظار التوجيهات أو التعليمات التي تأتي من قيادة التحالف وتحولوا إلى موظفين موظفين حاملي مباخر وبالتالي هذا جزء من المشكلة التي يعني تعاني منها هذه الحكومة المشكلة واضحة وحل المشكلة واضح هناك خطوات يجب انتخابها بشكل واضح وشكل أفوري وعاجل يعني من ضمن إقالة هذه الحكومة الفاسدة والمترهلة تشكيل حكومة طوارع يعني تفعيل جانب الاقتصادي الضغط على التحالف وعلى من أجل تحرير الموارد من تصدير الغاز تصدير النفط تصدير يعني تفعيل ميناء حتى يلغاء الحضر على الطيران في الليمن يعني ما هو الضرر الذي تترتب به لو عادت مطارات تعيز مطارات عدن مطارات المكلة حتى مطار صنع وتعمل من أجل الناس يعني هذه كارثة أخرى يعني تتعلق بأن لا يريدهم الفكرة الأساسية إذ لا اليمني بشكل عام سواء وللأسف الحكومة تساهم بشكل أو بأخطنا الكارثة ما لدينا وزير نقل ولا تجاه وزير نقل لدينا وزير أعلام بلا إعلام لدينا وزير صحة بلا صحة وزير مالية بلا مال يعني هذه وزير تخطيط بلا ماذا يخططون يعني وبالتالي هذا جزء من إفراغ كل شيء لدينا رئاسة غير قادرة ألا أن تواكب مصالح مجموعة من المموظفين لدينا رئيس حكومة يعني إذن إذن برأيك ما هو الذي بيد اليمنين أمام كل هذه الأبواب المفتوحة أمامهم كل هذه المشاكل وكل هذه الجبهات يعني شيء مؤسف وفعلاً أسئلة بلا إجابات هناك ابتلاع كبير جداً وربما القادم أسوأ إذا استمر هذا الوضع وخاصة لا أحد يستجيب لأصوات اليمنين ولا من داعتهم ولا تسبب حساسيها مظاهر الجوعة مظاهر استمرار الصراع بلا أفق مفتوح بلا أفق يعني منظور لا حرب لا سلام لا تنمية لا إعمار لا شيء وبالتالي هذه يعني مخطط جهنمي أريد تم يتخالي من فيه لكن هي الرسالة أو الهدف الرئيسي أو التحرك الرئيسي يجب أن يأتي من الرئيس هذه من الحكومة أن يكاشف الناس يعني ليس هناك يعني أولاً عليهم أن يخرجوا من فكرة أنهم فقط منظفوا لدى التحالف التحالف جاء بطلبة منكم إما أن تقدموا هذه المصالح اليمنين أو تتنحوا الشرعية ليست أشخاص الشرعية هي كانت هي فكرة إذن اسمح لنا وانضموا الناس لفكرة الشرعية وكل اليمنيين قاتلوا بتحت اللواء الشرعية وضحوا بأبنائهم وضحوا بأنفسهم وبأموالهم وبكل حياتهم مقابل ماذا؟ من تذهب الآن عشرات الآلاف من المعاقين؟ نعم اسمح لنا أستاذ أحمد أن ينضم معنا أيضاً النشط السياسي عبدالعزيز النقيب من ألمانيا عبر الهاتف مساء الخير أستاذ عبدالعزيز ألو؟ نعم أستاذ عبدالعزيز هل تسمعني؟ معكم عبدالعزيز النقيب أعضل لجنة خارجية لتيار يمنيون أهلاً بك أستاذ عبدالعزيز أود أن تعلق معنا على الوضع الاقتصادي المتدهور يوماً بعد يوم في اليمن أولاً مساء الخير عليكم وعلى الأخوة المشاهدين وضيفك الكرام في الأستوديو بالنسبة هو هذا الموضوع موضوع الساعة وموضوع اليمن الآن التدهور الاقتصادي الذي يؤثر على الإنسان وعلى كل التواصل وعلى كل إمرأة وعلى كل ضعيف ويؤثر في الأساس حقيقة على الفئات الضعيفة ومعظم اليمنين الآن أصبحوا من الفئات الضعيفة ما أذهلني اليوم هو خروج دولة رئيس الوزراء أحمد بن دغر بتصريح أعتبره في منتهى الاستفزاز والغضاء للناس إذ يحمل الحوثي مسؤولية ما يجري ويتهم الحوثي الحوثي يا سيدي هو عدو فعليك أن تتوقع من العدو أن يفعل ما يشاء وأن يفعل ما يستطيع وأن يحاول بكل الوسائل لكنني أشكك فيما قاله أحمد بن دغر هناك مسؤولية رئيسية على المملكة العربية السبعودية باعتبارها رئيسة التحالف وباعتبارها قد أصبحت مسؤولة نعم لكن لا أحد يجرى الحديث عن ذلك بوضوح أستاذ عبد العزيز لا بوضوح ولا بتورية هم يتحدثون فقط عن شماعات دعيني أتكلم بوضوح هناك مسؤولية فياسية قانونية وفق القانون الدولي وأخلاقية وشرعية وعرفية أن اليمنيين جميعا أصبحوا في عهدة ودمة المملكة العربية السعودية منذ أول يوم لإعلانها عاصفة الحزم أو ما يسمى بعاصفة العام الحزم أو الحرب في اليمن إذن لماذا يتفرج العالم على السعودية وهي تقوم بما تقوم به أستاذ عبد العزيز سيدتي دعيني وانهي كلامي من تلك اللحظة يجب أن نضع نقاط على الحروف من تلك اللحظة هي المسؤولية مسؤولية تامة عن كل ما يجري عن معيشة الناس مسؤولية مسؤولية تامة لأنها وضعت يدها على سواحل اليمن على أجواء اليمن أغلقت جميع سواحل اليمن نعم اسمح لي كي أستغل وجودك أستاذ عبد العزيز نعم هي مسؤولة مسؤولية كاملة كما تفضلت ولكن لا أحد يحاسبها على إثر هذه المسؤولية يعني لا العالم لا الحكومة لا أحد يلقي باللائمة على التحالف بقيادة السعودية هذا شيء نحن الآن نضع نقاط على الحروف كشعب يمني أنا لست مسؤولة في الدولة وأنا من المعارضين لتوجهات الشرعية في هذا الشأن الشرعية لديها فرص أخرى فخامة الرئيس عبد الربا منصور هذا يتعامل مع السعودين كأنهم وظف من الدرجة الثالثة والرابعة والخامسة السعودية لا يجروا أن يقول شيء يستطيع أن يتواصل مع الصين يستطيع أن يتواصل مع ألمانيا يستطيع أن يتواصل مع أي دولة في العالم مع الفرازيل مع المكتين مع أي دولة في العالم لا نقول بريطانيا والولايات المساعدة بإتطارهم حلفاء مع المملكة العربية السعودية ولكنه يستطيع أن يتواصل مع الهند مع الصين مع اليابان مع أي دولة في العالم يستطيع طلب المساعدة المالية يستطيع طلب القمح يستطيع طلب القمح من أستراليا يستطيع طلب القمح من المغرب حتى الرجل لا يستطيع لكنه يبدو أنه مستلب الإرادة كما تحدث ضيفنا نعم لم يكن مستلب الإرادة في الولايات المتحدة الأمريكية وكان يستطيع أن يفعل ما يشاء في الولايات المتحدة الأمريكية جلس في الولايات المتحدة الأمريكية ثلاثة سابع يستطيع خلالها أن يفعل ما يشاء يستطيع بكل زعماء العالم في الجمعية العامة للممتحدة كان يستطيع أن يجتمع مع من يشاء لماذا لم يجتمع لماذا لم يطلب يبدو أنهم راضون بهذا الدور الذي هم يعيشون شكرا جزيلا لك عبدالعزيز النقيب النشط السياسي كنت معنا عبر الهاتف من ألمانيا أشكرك أيضا أستاذ أحمد الزرق المحلل السياسي كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني وهو لكم أيضا مشاهدين الكرام لحسن متابعتكم لنلتقيكم في مساء يمني جديد كنوا برعاية الله وأمنه اشتركوا في القناة